وعني سكان مختلف أحياء أفلو بالأغوات من الإنقطاعي المتكرر المياه حتى يضطرون إلى جلبه من المساجد وفي الوقت الذي يقضي به العديد من الأطفال ويستمتعون بعطلتهم الصيفية يقضي ابناء هذا الحي أوقاتهم في البحث عن قطرة تيمة سعداويل عرج وانجم أبو كرش في الوقت الذي يقضي زملائهم من الأطفال عطلة الصيف في البحر نجد أطفال حي المستقبل وحي النصر بأفلو بولاية الأغوات يتجولون للبحث عن قطرة ماء بسبب الإنقطاعات المتكررة للماء وعدم وصول المياه للمنازل بشكل منتظم نسدوا في الفواتير بالصحة نسدوا فيهم عن الريح قائل الريح يجينا الريح بركة والماء رأنا نشروه فيه نشروه فيه مسئدة نشربه شد لفانة هذا رغم يطلق لناش لفانة مليح حركين الماء نحن كين موج مكاش الماء مشكلة توزيع رأنا نعانو في مأساة كبيرة من ناحية نقصان الماء في بلاد معروفة بوجود المياه فيها سطحية سطحية مش جوفية سطحية اليوم رأنا نعانو في مأساة كبيرة ضيعنا سوالحنا أولادنا يقابلوا في الماء المؤسسة التجارية لتوزيع المياه تعاوننا وتعطينا يد العون في التوزيع العقلاني والعادل تزويد السكان بالمياه لمدة لا تتجاوز نصف ساعة في اليوم جعل المواطنين يقدمون العديد من الشكاوى للمسؤولين لكن دون جدوى لذا نقلنا انشغالهم لرئيس مركز الجزائرية للمياه بوحدة أفلو ورصد بالتالي يوميا أننا يتم الفتح من السادسة صباحا حتى التاسعة صباحا معناها يوميا عندهم معدنا حتى مشكل فيما يخص الماء إلا بالنسبة لشهر قوت هذا في الصيف ينقص دائما الماء رغم أننا في فصل الصيف الذي من المفترض يوفر فيه مركز الجزائر للمياه الحد الأدنى من الخدمات إلا أن الوضع السيء لا يزال قائما والأطفال كالعادة هم الضحية الأولى إذا لم تجسد عدو المسؤولين